طريقة تشغيل خراءة جوجل لأي مكان بالعالم بشكل مجاني وبدون الحاجة للإنترنت بالنسبة لهواتف الأندرويد والآيفون نتعرف على التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي رجعنا بهذا الفيديو لنحكي عن طريقة تنزيل خراءة جوجل بشكل سهل جدا خلينا نتوجه مباشرة للهاتف وما نضيع أي وقت كل ما عليكم أن يكون في عندك اتصال إنترنت هاي فقط لأول مرة منشغل الموقع ومنشغل الإنترنت ومنروح على خراءة جوجل نذهب بعدها للمكان اللي إحنا بدنا نزله أو للدولة اللي إحنا بدنا نزلها أو للمدينة أو إذا بدك لمنطقتك كل ما عليك أنك تضغط على شكل الاسم تبعك فوق أو الصورة تبعك بعدين نتوجه لشيء اسمه اذا بالإنجليزي وبالعربي بتكون الخراءة المتوفرة بلا إنترنت تضغط عليها وبعدها بتروح على تحديد خريطتك هاي جاي بشكل سهم تضغط عليها وبتروح بتحدد المكان اللي إنت بدك عسب المثال أنا حاط هون بدبي بمنتصف دبي فكل ما علي أني أروح أزوم على المنطقة اللي بدي إياها مثلا بدي أخذ بس فقط هاي المنطقة وبضغط على تنزيل مباشرة بيبلش ينزلي الخريطة وحسب سرعة الإنترنت لأن بعد ما تنزل انتبه هون رح يحط لك أنه هي صالحة لعام 2023 من تاريخ يومك عسب المثال أنا نزلتها بثلاثين الشهر يعني سنة كام لليش لأنه بيعد بعد هيك رح يصير فيه أو بيصير فيه تحديثات على الخريطة فما رح تكون بعدها صالحة الآن شو رح تستفيد من هذا التنزيل بعد ما تنزل انت رح تروح على هذا المكان اللي انت نزلت وبإمكانك تتصفحه بشكل كامل تشوف كل شيء وكأنك متصر بالإنترنت ما عندك أي مشكلة ما بتحتاج لأي شيء أيضا فيك تتنقل فيه فيك تشوف المطاعم المقاهي تحدد من نقطة لنقطة وتروح إذا أنت يعني سايق سيارتك أو طالع بتاكسي فبتتصفحها بشكل كامل بدون أي مشاكل لأن أما الخطوة الثانية أنني نعملها منروح أيضا على نفس المكان على الصورة تبعك وبتروح الخرائط المتوفرة بلا إنترنت وبتعمل تحديد أنا على سبيل المثال بدي أنزل الدولة كاملة فكل ما علي أني أرجع أكبر الخريطة بهذا الشكل وأعملها تنزيل طبعا هون أكيد رح تحتاج لوقت أطول رح تحتاج لمساحة إنترنت أكثر طبعا إنت إذا بتنتبه هون متى ما بلشت بعملية التحديد لأي مكان بدك تنزله مباشرة رح يعطيك تحت كم ميجا يعني إنترنت كم ميجا بايت بحتاج لحتى ينزل كل ما أكيد صغرت المسافة كل ما كانت يعني الميجات أقل أو كل ما كان الحجم أقل فأيضا هذا انتبه أنه يكون في عندك مساحة على هاتفك طبعا أصدقائي هذا الكلام للأندرويد والآيفون نفس الشي لأنه هو الحديث عن خرائط جوجل وليس عن شيء خاص لأي يعني نظام تشغيلي هذا الكلام بيفيدنا بشكل عام حكيت بحالات السفر لكن أيضا في عنا خيارات بديلة لتطبيقات ثانية بتقدمنا ميزات أقوى من جوجل مابس من ناحية أكيد الحركة والتصفح خليكم تابعين القناة رح نزلكم بدائل لخرائط جوجل مابس هياك وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي أي سؤال أي سفسار كتب ليها بصندوق تعليقات وباستمرار لا تنسانا أكيد من الاشتراك بالقناة كماكم عبيدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته